مش دايما نحن عم نحكي اليوم انه اوكي طبعا في كتير عاملات مظلومات ولكن كمان في عاملات ظالمات يعني نحن بنسمع عن قصص سواء من الجنسية الاتيوبية او الفلبينية او السرلنكية او اي جنسية بنسمع قصص مخيفة احيانا في تعنيف في قتل في سرقة في افتراء في عنف لكن الموضوع لي بيقيت انه ١٤ بنات نعم ١٠ جبثة من ١١ بنات ١١ زالت وتسرقها وانت كانت منيه وتحقيق منه وتحقق الماء وتحقق الماء وتحطي الى كبارت اذا انت منيهما كنسان سوف سوف يكتر ماء ماء أنا بكل صدق وبكل صراحة أقول انه ضعما اردت لاء لو كانت بايدالتنا واحد بالمية بس من معاملتي معا بس بس ما بدي أكتر أنا وصلت معي أنه ينحط لي صرصور بالأكل وأنا قاعدة بيقوطة يعني أنا عندي إنعزال بيقوطة مرأت فترة علي بس إيه بدأت تعمل معك هيك يا عبا بقعد باكل بيقوطة وبأرجل بيقوطة وعايش بيقوطة لحالة عاملة أنا حيات لحالة وهي يعني مفروض وكل الطيبة وكل المحبة وكل الاحترام يعني أنا أقول عطول لا كل مرة بدي يكون أحسن بركي في شي غلط عم بعمله وعم بفله بس ليه بدأت تعمل معك هيدا العمل ما بعرف أنت شفتيها بس هتسرسور ولا أنه بركي أزلية أول شي أنا قلت بالغلط نعم بطاني مرة كابتولي تشعر بالأكل طب ما ما عقولي عطولي يكون فيه غلط بركي هي ما غطته مزبوط بركي كله كله مسكر هيدا إنسانة هيدا إنسانة إنسانة ممكن هيدا لحدة يكون لبنانة ممكن تكون مريضة نفسيا بس هو ذات وهيدا هي ذاتة هي ذاتة بتعرف إنه أنا عندي مشكلة بوجة بتعرف إنه أنا مثلا ريحة الغاز ريحة الغاز بتورملي وجة ريحة الإيزي بتنفخلي وجة ريحة أي شي دوا بيستعمل بالبات بيكون بكمية كبيرة بورملي وجة وعيوني أنت عم تطلب منها تنظف لك البيت تفتح الغاز فوت على المطبخ لقى عطول أنية الغاز مفتوحة بس يتعرفي نوع اسأل عفكرة فيه بنات يجوا أول نهار يتفلوا تاني نهار أدا بقيت عندك هيدا الإنسان اللي عملت هيدا الأعمال السيئة هيدا كل مرة أقول إنه يمكن أنا عم بظلمة يمكن أنا شوي حساسة زيادة على الزوم ضلت عندي ستة شهر